وكمان على الجلسة مش بس في الكابيتال كونترول في متأخرات بالدولار صحيح لازم تصرف لازم تصرف يعني منها أطعاب لشركة الفراز بمليون وشوي وفيها وفي الأقصاط لعدد من الجهات التمويلية الدولية منها البنك الدولي وغيره ففي دولارات مطلوبة ومنين بدأ تجي بدأ تجي من مصرف لبنان لم يعود هناك يعني من دولارات إلا في مصرف لبنان وهو الحاكم حاليا يطلب أن إذا بده يصرف هذه الدولارات يكون فيه اتفاق بينه وبين الحكومة اتفاق اقتراض وفقا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف طبعا يعني استفاقها متأخرا كان لازم من زمان من سنوات وسنوات يحصل هذا الشيء أنه أي دولار إذا كان للاقتراض من جهة الدولة يكون فيه اتفاق قرض بين البنك المركزي والحكومة حاليا واصل الاحتياطي كمان يعني هذه ممكن تكون معلومة واصل الاحتياطي لحد كتير متدنة بعكس ما الناس بتعتقد أنه بعكس ما يعلن عنه 11 أو 12 نعم قد يكون 8 مليارات لأنه فيه التزامات ومتأخرات يعني اليوم مثلا التجار الأدوية بيقولوا إلنا بذمة الحاكم أو المصرف لبنان أربعمائة مليون ماخرين وفيه تجار أغزية وفيه مستحقات تانية فبالتالي فيه تراكمات فواتير بالدولار لم تدفع بعد من مصرف لبنان وبالتالي إذا دفعت هناك تقديرات أن يكون ما تبقى من توظيفات إلزامية لا يساوي أكثر من 8 ربما إلى 9 مليارات دولار يعني خلص نحفظنا يعني نحن على آخر رمق من يعني فلوس الأموال المدعين اللي بالبنوك معت فيه دولارات الدولارات هم تيجي من البنك المركزي وما تبقى هنها العدد من المليارات اللي ممكن بسنة واحدة إذا استمرنا على نفس طريقة الصرف هذه المنظومة استمرت على نفس طريقة استسهال طلب الدولارات من مصرف لبنان ممكن بسنة أو سنة وشوي نوصل إلى صفر دولار في دولة لبنان شو يعني هذا الكلام يعني مش إفلاس هذا حالة حالة يرثى لها يعني أن دولة ما فيها عملة صعبة تخيلي يعني بعضهم بركة متكلين على الذهب ممكن بده بده أنون الذهب وبالتالي ممكن لا استبعد يعني معقولة خبسهم وفظيع على درجة أنه ممكن يعملوا يقدموا مشروع عنون ضرورة طوارئ لتصرف بالذهب بيعملوها نعم ما تصرفوا بمتالي بأشي ما تخيلنا أنه يمكن يتصرف فيها حدث للتسكير يعني في 100 مليار دولار قروض تصرفوا فيهون نعم المبين كابونة تحتية قليل وفي 100 مليار دولار ودائع كمان تصرفوا فيها يعني تخيلي هني متصرفين تقريبا 200 مليار دولار ووصلنا لهون يعني منهم من هو حاكم في هذا البلد منذ التسعينيات إلى اليوم وهو مقدم حاله وكان وهو المشروع المنتظر يعني ومنهم من دخل إلى الحكم بال2005 شارك معهم منهم من دخل إلى الحكم بال2005 لليوم وبالتالي كمان يعني أصبح شريك مضارب إما بالنص إما بالكل كل هذه المنظومة ما في حدا منهم براعة فكرة منهم اللي مثل ما عم نقول نبلش بالتسعينيات معروفين بالأسماء ومنهم اللي دخل لل2005 مثل حزب الله والتيار الوطني الحر نعم وقعدين يتسلوا فينا يرموا الاتهانات على بعضهم هذا بيقول لك العهد اللي خلى البلد نهار ودك اللي بيقوله أنت من التسعينيات وضيعوا اللبنانيين وشتتوهم للأسف لأنه اللبنانيين هيك ضايعين ولاحقين الأطراف السياسية لذا المسئولية كتير كبيرة على اللبنانيين في صندوق الاقتراع إذا جددنا لهذه المنظومة بدرجة كبيرة شو بيبقى لللبناني يشكي ما بيحق له يحكي بس بجميع الأحوال للأسف ما بنا نستبق الأمور بحسب الأنون الانتخابي والموجود رح نرجع نجدد أول الأنون الانتخابي يعني مخيط على إياسهم وللأسف لازم نطلع من هذه الشرنقة الطائفية لأن أي تقسيم طائفي للبلد سوف يعيد نفس المنظومة تقريبا إذا مش بأسمعهم بناس ومثلوهم المشكلة بأنه بلدنا لا مدني ولا علماني بلد موزع طائفيا وبالتالي لا عجب إذا الغرائز الطائفية ضلت سيطرت وهي وصلت تتصارع كما الآن وكما دائما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر